على الرغم من التغور الصيوني الواضح الذي يستند إلى دعم أمريكي كامل مثلته إدارة الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تصدر بين حين وآخر قرارات تؤكد أن الضمير الدولي لا يزال يحتفظ بشيء من الحياة يمكنه من مناصرة أصحاب الحقوق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو أصدرت بالإجماع ومن دون أي تعديلات قرارين خاصين بدولة فلسطين القراران التضمنا تأكيد عروبة القدس وطالبا بعادة إعمار غزة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل فضلا عن الدعوة إلى إرسال بعثة استكشافية إلى مدينة القدس وأسوارها للوقوف على الانتهاكات الصيونية ومحاولات الاحتلال تدمير تاريخ المدينة المقدسة وتزويرها الجانب الفلسطيني ثمن الخطوة الأممية وشدد على ضرورة أن تقوم الدول بتحويل مواقفها إلى أفعال لمواجهة الانتهاكات والجرائم الصيونية على الشعب والتاريخ الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي والليونسكو بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولاتها التخريب المتعمدة للتراث الثقافي الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القرارات الدولية ولسيما تلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل إلا أن المهتمين بالشأن الفلسطيني وتطورات القضية يؤكدون أن الانتهاكات الصيونية لن تتأثر كثيرا بالتغيير القادم في الولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة فالدعم الأمريكي للاحتلال سيستمر مع إدارة بايدن وإن كان بصورة أكثر اعتدالا من قبل والأمم المتحدة ستظل عاجزة عن تنفيذ ما تتخذه من قرارات بشأن فلسطين إن لم يوافق سيد البيت الأبيض من هنا فإن الحل يبدأ في رأي المحللين من وحدة الصف وإنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة التضامن العربي والإسلامي مع القضية بما يمثل ضغطا على المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ودعم حق الفلسطينيين في وطنهم المسلوب